السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم متتبعين قناة رزال للأخبار نتمنى من الله تكونوا بأتم الصحة والعافية فيديو اليوم جينا نتكلموا فيه لأنه بزيزة الناس ما غن يعرفوا بالضبط شكون هي الزوجة الجديدة وما علاقتها بطريقة وكذا بالمعني بالأمر غن يعرفوا بالضبط شنوا واقع وشكون هي وهل ما يروج عبر عدة فيديوات وقنوات حقيقة أم كذب فاليوم أشياء كثيرة غدين تعرفوها إن شاء الله يعني من مصادر موتوقة أو من ناس اللي صراحة كيجيبوا معلومات صحيحة كتقال ماشي من أجل البوز أو من أجل الشهراء أو من أجل ما تكون حقيقية فبزفت عن الناس كنا كن قولوا كامل وأنا وحدة منهم أنها ربما تكون من العائلة أو أنها تكون من مقربين ولكن العكس صحيح فكيف ما قلت لكم البنات هذه السيدة كما كنت تتكلمت في حد الفيديو فهي من أحد الطالبات اللي كانت التحقت من مغرب إلى كندا بش تكمل الدراسة ديالهات المه وتحقق ذاتها وكانت المعنية بالأمر أو الطالقة هي اللي وقفت معها ودعمتها وعونتها وتكلمنا فاتجي كثيرا وكثيرا وقلنا أنها مسكينة أعطيت اللي قدامها ولي وراها من معناتها ومن حويجاتها ومن ملابسها وكانت دائما كتحط عبر الفيديوات دياله لأن الإنسان يعاون ويساعد ما فيها بس وأن الإنسان يقف ويدير الخير لأن الخير البنات لأن بالصح كنا كنقولوها كنقولو أن الإنسان كيدير الخير وكيرجع ليه بالشر فالبنات الإنسان يدير الخير ويخليه كأني كشي نبتة أو كشي حبة بودور كي يزرعها فوحد لا تلايب وتدمجي وحدنا رعا تصب ديك شتا وغت نبدك أن نبتوها عتعرف المكان اللي أنا فكما قلت لكم فكانت من الناس اللي عاونوها ودعموها ووقوا بجانبها وصدقت هي من أقرب الناس اللي خدلوها ومن أوائي الناس اللي استدموها واللي كما كنقولها دائما ليعطوها واحد صفعة أو واحد طرشة اللي خلتها تفيق على الحياة وتنوضها اللي بزيف تعقومها وخلت تسوعب الحياة وخلت أن هاد الضربة أو هاد الشي اللي وقع لها يكبرها وحاد يعطيها واحد سي اللي يكتر منها كيف ما شيتوا معايا أنها دائما في الفيديوهات ديالها اللي كتطلح فيهم كتقول أنني تطعنت وتتخذلت في أقرب المقربين ألا وهو ما هاد الناس لأن حتى الأم ديالها أو الوالدة ديالها السيدة كانت كتلتحق بها في المغرب وكتبشي عندها وكتضايفها هاد الشي اللي خلها تطيق رغم أنك نشوفوا فيديوهاتها منذ القدم ما كانت كتطيق في حد ما كيجي عندها حد ما كتضايف حد دخل سوق راسها عيش حياتها إلى أن تعرفت على هاد السيدة اللي خربت حياتها في كتير من القنوات كيقولوا أنها طالبة في الجامعة وأنها هي سبب الفراق والطلاق وأنه كانت تتواصل معا في الانستغرام وفي التاكتوك وأنه هو أحد الناس اللي كان كي يمشي زي ما كيساعدها وكي عمونها وكيوريها من الطول ومن ينتخرج وكيقولوا أن السين ديالها ما زال في وحد سلة صغيرة يعني في العشرينات فهاد شي كامل لبنت أو ما يروج في غي مو حقيقة وليس كذب فهاد شي كين ما زال واحد الإنسان اللي ما زال صغيرة وواحد الإنسان اللي بحد الله صغير وكانت فكي ما قلت لكم البنات فهذه هي الحقيقة المرة لأنني تتكلمت واحد لفيديو بثافت عن الناس جاءوا من طرف التعليقة وقالوا هذي ماشي نهاية العالم ومزيار بيكشف ليها ومالأحسن ما يديرش نبنها دم الخير واللي بغاية ديال الخير يدروا فراسه لا البنات خسنا نحطوا عند الإنسان يدير الخير والخير ما فيه بس ولكن عارفوا فيه من نديروا لأن هذا الزمن زمن الغدر وزمن الغش وزمن الخدع لأن أقرب المقربين كما قلت لكم كيخدعوك يغدروك الناس اللي كتكون حاطة عليهم راسك وديرهم هما السند وهما كل شي كيصدقوهم اللي كيطعنوك وكيجعلوا الدنيا الضرع لك لو لأن هذي طريقة كانت يعني واحد إنسان اللي وقف على نفسها وكانت الحمد والمسؤولة بدايتها خدام على راسها واليوتيوب معاونها كانت غا تكون كاريتا لأنه صعيب أنك تكون في حد دولة لأوروبية أو في أمريكا أو غيرها من البلدان لحنين لرحيم منك الراسك ويجي شي حد أو زمن يخذلك لدخل شهري لشحل قدك للمنات فكتكون صدمة هنا قوية ولكن الحمد لله أنها يمحق قدايتها وهزى نفسها بنفسها ومعاونها راسها براسها فكما كتلكم الناس اللي مازالت يرسلوا رسائل لعب الأنستغرام ولا هنا في صفحة ديلي في يوتيوب بغين يعرفوا شكونة هي فكما كتلكم فهي طالبة من أحد طاليبات اللي كيدرسوا تم في كندا فوحد اللاج اللي مازالت صغيرة بقى يعني في البداية ديالها فحز الشباب واحد إنسان اللي احنا كنقول للمنات كما كانت الزواج فكانت طلاق ماشي عيب طلاق على كيف ما ربك يكتب لواحد الشخص أنه تزوج واحد سيدة ما كانت كيحرفها متش حاجة لقاتهم الأقدار حتى الطلاق راح قدر من الأقدار نهار كيحرم رزق بيناتهم فكيكتب الله الطلاق رغم أن أفغاد الحلال عند الله الطلاق ولكن ربي داره باش الإنسان كل يرتاح وكل يشوف مصلاحته وشوف المستقبل دياله فبزلت عن الناس بكلو حشي لابي يدفل بقوا حقائق الأول مرة كنسمعوها شي حاجة اللي صار حتصدمنا فيها شي حاجة اللي ما توقعناها شي حاجة فكما قلت لكم آآ شان قولكم هاتش ما ضهورة قاتش اللي بينما الحقيقة يعلم الله سبحانه وتعالى واشنوا واقع بالضبط لأن كما كان شوفوا الصدمة كانت على هاتسيدة قوية 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 بذلك أنه مكانش طلاق عادي فكان طلاق لي فيه مفاجآت وأشياء اللي كانت فغيمة اللي بنات جيد جيد صادمة اشتركوا في القناة